اشتركوا في القناة شكرا لكم اخوتي اراه يعني من ناس كامل والقناة والكاميرا هم يقولوا هذه المباراة سوف تعد رسميا وكما راكم تشوفوا هذه الصفحة الرسمية لسيد الحاج محمد رو رواء شوفوا واش راو يقول قلكم عاجل الفيفا تقرر اعادة مباراة الاياب بين الجزائر والكاميرو الرسميا في بلد اخر خارج الجزائر وسيتم معاقبة عدة اشخاص من بينهم الحكم باكاري قسامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وسيتم تأكيد الخبر غدا يعني اليوم واحدة وعشرين ان شاء الله نكتفي بهذا القدر من الاخبار انتظرونا في الساعات القادمة لكشف عدة قضايا وامور عديدة في صالح الجزائر الحمد لله على كل حال لم نتأهل مباشرة لكن سنعيد المباراة وسنفعل كل شيء للتأهل للمونديال تحية الجزائر هذه هي كلمة الحاج محمد رو راو خطي فتتي ومش غير هو راه يهدر يعني ناس كاما رهم يهدر والاشعات راه قوية ان شاء الله يا ربي يأكدوا الخبر اليوم وتتأهل الجزائر تعاد المباراة وتتأهل الجزائر ومكرى في العديان هكذا خلوتي بسكو حقرونا في بلادنا ونقول لكم ان شاء الله في اوقات اخرى بحول الله خبر ان شاء الله يكون مفرح لنا ولكل الجزائريين بحول الله باي باي سلام عليكم